صخرة أخرى تظهرها صور الواردة عبر المسبار كيوريستي من سطح كوكب المريخ ولكنها بالنسبة لعلماء ناسا كمن وقع على كنز من الذهب فهي إحدى اكتشافات المسبار الذي كلف مليارات الدولارات وبدأ بإرسال معلومات حول حاضر سطح الكوكب الأحمر وتاريخي نظرة مقربة إلى الصخرة تظهر أنها مجبولة من مجموعة حصى وجزيئات تعني شيئا واحدا فقط للعلماء الظاهر من مكون تلك الحصى شكلها المتآكل وحجمها هذه حصى كبيرة لا يمكن للريح حملها لذلك أجمع العلماء على أنها حصى نقلها الماء إلى موقعها يستخدم العلماء خبراتهم حول تحرك مياه الجداول وتشكيلها على سطح كوكب الأرض ويطبقونها في بحثهم حول طبيعة الجداول على كوكب المريخ فطلبوا من المسبار أن ينفذ عدة تجارب لكي يكشفوا حقيقة الجداول القديمة هناك بالإضافة إلى دراسة حال البيئة على سطح الكوكب الأحمر قبل مليارات السنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر